إلى الأجواء الآن في اليمن كيف هي وكيف تسير ها قد جاء فصل الشتاء مشاهدين وبدأت المخاوف وتساؤلات حول شدة البرودة هل قد تشهدها اليمن هذا العام خاصة في المناطق الجبلية خاصة شق الصيف مشاهدين فهناك تحذيرات وتنبؤات من مصادر غير موثقة تنشر أنه سيكون شتاء قارسا فما هي حقيقة ذلك ومن أين يعرف المواطن عن معلومات المهمة والصحيحة حول الطقس لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة هذه الأسئلة وغيرها نعرف إجاباتها اليوم مع المهندس رشيد العريقي وهو خبير الأرصاد القوية اليمنية فأحياك الله أستاذ وأهلا وسهلا فيك معنا في ديوان بلقيس أستاذ رشيد سعد الله ومساكم للخيرات ومسرات أختي وديان وكذلك الأستاذ سالم وطاقم البرنامج وأيضا جميع مشاهدين الأكارب حياك الله مهندس رشيد ومنور معنا اليوم وإن شاء الله تكون الأجواء طيبة أيضا في اليمن وتطمنها على الأجواء هناك طيب لو نتحدث عن التنبؤات الجديدة فيما يتعلق بالطقس في اليمن هل ما يقال صحيح أن هناك تقلبات قاسية ربما في بعض المناطق اليمنية أحدثنا أكثر مهندس رشيد نعم أستاذ سالم طبعا بداية نقول أن الشتاء لم يبدأ بعد سيبدأ يوم 21 ديسمبر الشهر المقبل وسينتهي في 20 مارس العام المقبل إذن نقول هكذا أن الأجواء الآن فعلا توقع التقلبات ولكن التقلبات هذه بحاجة دائما إلى اهتمام وأيضا انتباه من قبل المواطنين التقلبات تكون في القوارق في درجات الحرارة ما بين النهار والليل كبيرة وبالتالي هنا نقول أنه مناخيا الشتاء لم يبدأ بعد لكن في الحديدة هناك من ينشر الآن أنا مثلا لي أصدقاء ونتابع مهندس رشيد نتابع بعض الصفحات وينشروا أن في الحديدة مثلا هناك البرودة الآن ارتفعت والطقس تغير وفي هناك تخوفات ايش رايحة نعم هناك هذه التقلبات موجودة لكن بالنسبة للمناطق الساحلية لا تزال درجات الحرارة عند المستوى الاعتيادي لكن سوف يبرد أكثر بحلول منتصف الشهر الحالي نقول أنه التضاريس تلعب دور خاصة في المناطقنا القبلية المناطق القبلية كل ما ارتفعت تقريبا يعني مئة متر تقل درجة الحرارة درجة واحدة وبالتالي هنا المناطق القبلية أكثر برودة من ما هي الموجودة في المناطق الساحلية لكن الأمر الأهم في هذا أن ساعات النهار الآن تصبح أقل فأقل عن ساعات الليل وبالتالي ساعات الليل تكون أطول خلال هذه الفترة حتى يوم 21 ديسمبر حيث تزداد أيضا أو تقلل ساعات النهار وبالتالي شعاء الشمسي يكون قليل فهذه المسائل لابد بحاجة إلى انتباه كما قلت وأيضا اهتمام بكثير من الأمور الصحية واتباع بعض الشهادة التي إن شاء الله سوف نذكرها في هذه الحلقة إن شاء الله أستاذ رشيد أنت قلت عادوا البرد ما أقاش الناس الذين الآن يشعروا بالبرد ومرض بدقي لهم صدمة كان الله في عونهم طيب أستاذ رشيد هناك إنعكاسات سلبية للبرد على المستوى الصحي وحتى الزراع أنت تعرف أنه يأثر كذلك على الزراعة ماذا عن دوركم الإرشادي والتوعوي تجاه التعامل بجدية حول موجات البرد الشديدة أو ما نسمي أننا نستقيع نعم أختي وديان بداية سباب التبريد هو أنه بلادنا تأثر بامتداد المرتفع القوي السيبيري البارد ولكن لم يبدأ تعمقه بشكل أكبر إلى بلادنا ولما تعمق أيضا في مصدره في سيبيريا العامل التضاريسي يلعب كما قلت عامل مهم أي كلما ارتفعنا الفوارق مثلا ما بين صنعاء وكذلك صنعاء والحديدة أكثر من عشر درجات لانتفاع لانتفاع صنعاء عالية من حيث موقعها الجغرافي أيضا قلة الإشعاع الشمسي هنا يرافق هذه الطعمان التبريد السقيع وكذلك القفاف الشديد الفوارق الحرارية كما سلاف تركيز الملوثات يرافق هذا التبريد تركيز الغازات الملوثة منها الأول وثاني كسيد الكاربون وكذلك يعني عوادم السيارات في الشتاء تبقى قريبة من الأرض ما ترتفع بسبب أنه ما فيه سخونة ورياح أيضا هادية تكون في هيما الشتاء وبالتالي تركز هذه العوادم وهذه الأدخناء والغازات الخطيرة التي هي الغازات كسيد الكاربون تكون قريبة من سطح الأرض عندها في فصل الشتاء لأن السخونة في أيام الشتاء توزعها وأيضا ترتفع إلى أعلى وبالتالي تكون هناك رياح تشكت هذه التركيز هذا الأمر يبدي إلى انعكاسات صحية وأيضا الاتهابات وما إلى ذلك لدى الأطفال وكبار السن ومنذوي المناعة الضعيفة والقليلة أيضا نلاحظ أن هذه الفترة تزداد يعني نقول استخدام الوقود والكهرباء وبالتالي الناس تذهب للتدفئة بطريقة غير صحية نقول أنه يستخدموا الفحم أو الوقود كذا داخل المنازل وهذه غير آمنة بالنسبة صحية لأخوة الموظمين طيب مهندس رسيج فيما يتعلق بالمسافرين نعرفنا اليمن نعم تفضل نعم أقول حاجة واحد بس دورنا في الأرصاد القوية الأستاذة طبعا نحن مهمتنا الأساسية أصلا هي حماية الأرواح والمتلكات من ناجمة عن سوء الأحوال القوية هذه المهمة الأساسية التي وبالتالي نحن نقوم بعمل تصدار التنبيهات والتحذيرات بشكل يومي خاصة مثلا النشرات الاعتيادية اليومية التنبيهات والتحذيرات والإنذارات والطارئة أربع سلم لنا بالتدرب نقوم بعمل التوزيع إلى وسائل العنام المقروة والمسموعة قبلية أستاذ رشيد إلى اليوم أذكر الرسائل التي تصلنا بموقع سقيع سعد الذابح لو المشاهدين يذكروا دائما في الشتاء يقولوا سعد الذابح سعد الذابح فأنا أتذكر أنه فعلا في تقي رسائل مصصية للتحذيرات بموقعات السقيع طيب يعني مهندس رشيد فيما يتعلق بالاستجابة المواطنين أنا أقول حاجة واحد فقط تفضل تفضل ولا نقاطعك تفضل نعم الاستجابة هي ضعيفة لا تدار نحن نتوقع أن تكون هناك ثقافة وعية يعني تم توعية الأخوة المواطنين وهذا البنامج أحدا نقول نشكركم عليه لتوعية الأخوة المواطنين بهذه الأمور نحن نوزع طبعا ويستطيعوا خدمات الأرصاد القوية اليمنية في الفيسبوك ومعاناة تليجرام التويتر الواتساب للأرصاد القوية وأيضا لقد لدينا خط تليفوني مباشر بالمركز الوطني الأرصاد القوية والإنذار المبكر طبعا للرد على استفسارات المواطنين في أي استفسارات سواء كان زراعية أو صحية أو ما إلى ذلك نحن طبعا نداوم على مدار الساعة 24 ساعة يعني في المركز الوطني الأرصاد القوية وأيضا نوجه رسالة دائما قصيرة عبر السمس هذه القصائر الرسيلة أيضا حتى نحن الآن مهتمين لا يستساني بس كل موحد مهتمين أيضا مخاطبة الآن وزارة التربية والتعليم لتأجيل الطابور الصباحي لأطفالنا الذهابين للمدارس يعني أقل حالة ساعة أو نص ساعة تأجيل الطابور الصباحي لحمايةها أو للأطفال من صدمات البرد طيب مهندس رشيد هناك ربما أيضا هناك أنباء وتنتشر بين المواطنين سواء كان عبر الواتساب أو أي وسيلة أخرى فيها تهويل وفيها مبالغة وكالل أنتم في مركز الأرصاد تتعاملون مع هذه الأخبار التي فيها تهويل مبالغة وتحاولون الرد عليها أم أن الموضوع يترك لتقدير المواطنين والبحث عن مصادر مثوقة أولا فعلا أشكرك على هذا السؤال دائما عادة الأخوة المواطنين يذهبون إلى هذه الوسائل الغير دقيقة وبالتالي يكون في تهويل وهي مصادر غير دقيقة كما أسألت المصدر الرئيسي هو الأرصاد القوية اليمنية لدينا محطات رصد منتشرة في أغلب المحافظة الآن تعمل ومحطات أوتوموتيكية تعطينا أول بأول كافة البيانات الرصدية في كافة المحافظات أيضا لدينا وسائل كبيرة منها صور أقمار الصناعية بيانات الرصد والنماذج أيضا العددية للتنبؤات والخرايط المختلفة نقوم بتحليلها كادر طبعا مؤهل تأهيل عالي في هذا التخصص أما الهوات الطقس طبعا ليس لديهم مسؤولية أيضا ليس محاسبين كما مثل نحن نحن محاسبين ليس فقط خدمة نقدمها للمواطنين هل عددهم كثير هؤلاء الهوات؟ نعم هل كثروا الهوات الطقس؟ الهوات طبعا ما فيش قانون هنا حد منهم لأنه كثير من الدول حدت من القانون ولدينا قانون الأرصاد إن شاء الله يصدر ويتم مثل هذه التداخلات التي طبعا تسبب لنا إرباك نحن في عملنا نحن عملنا كما أستاذ سالم برا وبرا وبرا وبحنا وقوة أيضا نقدم خدمات للطيران بالرياح والطقس وما إلى ذلك أثناء عبورها فوق أقوائنا وبالتالي مسؤولية نتحملها نحن كذلك الأمر الآخر السبون والصيادين وما إلى ذلك نقوم بعملات إصدار نشرات سواء كانت تحذيرية واعتيادي بشكل يومي أيضا بنشرات بحرية كخدمات يقدمها الأرصاد القوية للصيادين ومرتادها البحر وكذلك السبون العابرة في إقليمنا البحري الدولي وبالتالي هنا أقول حاجة واحد فقط إنه على الإخوة المواطنين استقاع المعلومات الصحيحة من الأرصاد القوية كونهم مهتمين يعني هي القهة الرسمية الوحيدة القهة الرسمية الوحيدة الموثوق فيها هي قهة الأرصاد القوية والمخولة لها بإصدار هذه التنبيهات والتحذيرات والإنذارات وحتى الطارئ أحيانا تصل لحالة الطوارئ عندها حدوث توقعات به حدوث كوارث بيئية وكوارث أستاذ رشيد بنقيل هذه النقطة بس قبل ما نقيل هذه النقطة طبعا أحب أقول لك أنه بوركت كل قهودكم الذي بتقدموها فعلا وحب أعرف بالنسبة للأشخاص المسافرين هل هناك خطورة على سلامتهم مثلا من التقلبات هذه لا سمح الله نعم نعم توقع خطورة ولهذا السبب أنه عليهم أخذ الاحتياطات اللازمة دائما باستمرار أثناء تنقلتهم ونقول من المناطق الساحلية عندما يذهبون إلى المناطق القبلية عليهم الآن من الآن فصاعد حتى شهر مارس ارتداء الملابس الصوفية المناسبة والقيدة أيضا حتى كذلك الوافدين من المناطق الصحراوية نحو الكبار هذه المسألة مهمة جدا أيضا تدنى أحيانا مدى الرؤية الوفقية نتيجة شكل الضواب وشابر المائية أثناء المساء وبالتالي على السائقي المركبات أخذ الاحتياطات اللازمة عادة في المنحنيات القبلية والطرقات هذه القبلية ونحن نعرف أن بلادنا أغلبها طرقات تحرك فيها نقول عشرات الآلاف باليوم الواحد ما بين هذه المدن والمناطق وبالتالي عليهم تأديها في السرعة بقدر خاصة أثناء صباح الباك وتشكل هناك الضباب هذه لتدني في مدى الرؤية الوفقية ولا سمح الله أيضا استخدام الأنوار الكاشفة حتى أحيانا تحطر فيها أمطار في المناطق القبلية فتاة في الشتاء وهي شتوية طبعا الأمطار لا يابد من تهديئة السرعة أو التوقف أحيانا إذا استلدم الأمر وبالتالي الأخوة المواطنين الذاهبين للمناطق القبلية عليهم أيضا بهذه الأخذ الاحتياطات نعم مهندس رشيد نعم وكذلك الشتوية الأمطار نعم اسمح لي مهندس رشيد فيما يتعلق باليمن الآن في السنوات الأخيرة شهدت تقلبات في المناخ بشكل كبير هل ربما هذا العام قبل أن ينتهي سنشهد عصير أو منخفضات ربما تشكل خطورة على الناس وما مدى دوركم أنتم في هذا المجال نعم أخي العام هذا شهدت بلادنا تقلبات كانت محسوبة أيضا من عام 2023 أي عام نينيو وهو عام الذي فيه عادة ما تحصل الأمطار غزيرة في مناطق ومناطق قافة في مناطق أخرى أي من العالم وبالتالي نحن من عام 2023 كنا مستعدين لهذه التقلبات أي أنه عام نينيو ممكن ربما هذا النينيو معناته عام يحصل في تذبدو في طريقة الحرارة في بحر العرب وبالتالي يأتي إلى بخار الماء ترتفع عندنا بخار الماء ويحصل فيها أمطار لكن هذا العام ليس استثنائي قد حدثت في عام 2010 مثل عوام سابقة أي أنه لكن لا يتكرر بشكل عام وراء عام بين العام والآخر نقول حاجة واحدة نحن دورنا في هذه المسائل أن المتابعة الضوار القوية قبل حدوثها وبالتالي نركز على هذه المسألة التي تضر أصلاً سواء كان بالإنسان أو النبات أو النواحي الجراعية أو الحيوانات حتى كذلك الحيوانات وما إلى ذلك نعطي نسدي أيضاً بعض النصائح أنه بضرورة إيواءها مثلاً في الوقت المناسب وكذلك أيضاً أخوة المواطنين ونحن ندعو دائماً عبر أثير هذا البرنامج وعبر برامج يعني أهل الإخوة في المدرأة المدينيات في المحافظات التي تتعرض دائماً عادة للعاصص خاصة في سقطرة في المهرة في حضرموت حدثت 2008 كارثة يا أخي أبدأت بحياة أكثر من 180 شخص وحوالي 2 مليار فاصل 5 دولار علينا تهيئة المدارس أو أي أماكن ملاقع آمنة لإيواء الناس وتوفير المستلزمات الضرورية من الأغذية فعلاً هي رسالة وما إلى ذلك والأدوية ما الذي يبنع؟ لأنها هذه ستحمينها وستعمل قبل ما تحدث الكوارثة نحن نرصد قبل شبوك جميل ما قلت هو مهندس رشيد صراحة إرشاداتك أشرت لها بشكل كبير خاصة للجهات المسؤولة وأيضاً للمواطنين عموماً أن يحذروا ويستعدوا لهذه العواصف خاصة بعد تلقي المعلومات المثوقة منكم أنتم بشكل مبكر وتعامل بشكل المطلوب والاستعداد لأي كوارث قد تحدث لا سمح الله وأن يسلم الله الجميع شكراً لك مهندس رشيد على كل المعلومات ويعطيكم ألف عافية على القهود التي تقدمها وألف عافية لكم أيضاً ونشكركم وعلى تواصلكم معنا ونسأل الله السلامة لجميع مواطنين ومتلكاتهم وأنتم بألف خير وأنتم وجميع أطاقم المنامج وكذلك مش هيدين لك والتحية لك أيضاً ولجميع منهم في الأرصاد المهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية اليمنية شكراً لك ويعطيك ألف عافية في أمان الله